بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس تفسير سورة الكهف للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه السورة الكريمة وهما قول ربنا سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ولا نزال في المسألة السادسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هاتين الآيتين وخصصها لعرض الأدلة النقلية والعقلية على صحة القول بالكرامات وقد فرغنا في الدرس السابق من عرض الأدلة النقلية من الآيات والأحاديث والآثار ووقفنا عند الأدلة العقلية التي أوردها الإمام للاستدلال على صحة القول بالكرامات حيث يقول وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرامات فمن وجوه الحجة الأولى أن العبد ولي الله تعالى قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والرب عز وجل ولي العبد قال تعالى الله ولي الذين آمنوا وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال إنما وليكم الله ورسوله وقال أنت مولانا وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فثبت أن الرب سبحانه وتعالى ولي العبد وأن العبد ولي الرب عز وجل وأيضا الرب عز وجل حبيب العبد والعبد حبيب الرب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإذا ثبت هذا فنقول العبد إذا بلغ في الطاعة إلى حيث يفعل كل ما أمره الله عز وجل ويفعل كل ما فيه رضاه سبحانه وترك كل ما نهى الله تعالى وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكريم مرة واحدة ما يريده العبد بل هو أولى لأن العبد مع لؤمه وعجزه لما فعل كل ما يريده الله تعالى ويأمره به فلأن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة ما أراده العبد كان أولى ولهذا قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم الحجة الثانية لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما لأجل أن الله تعالى ليس أهلاً لأن يفعل مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلاً لأن يعطيه الله عز وجل هذه العطية والأول قدح في قدرة الله تعالى وهو كفر والثاني باطل فإن معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه ومحبة الله تعالى وطاعته والمواظبة على ذكر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد في مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أعطى الله عز وجل العبد المعرفة والمحبة والذكر والشكر من غير سؤال فلا أن يعطيه رغيفاً في مفازة فأي بعد فيه الحجة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة سبحانه وما تقرب عبد إلي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ويداً ورجلاً بي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يمشي وأقول الحديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه وهذا الخبر يدل على أنه لم يبق في سمعهم نصيب لغير الله تعالى ولا في بصرهم ولا في سائر أعضائهم إذ لو بقي هناك نصيب لغير الله تعالى لما قال عز وجل أنا سمعه وبصره إذا ثبت هذا فنقول لا شك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية والسبع أو إعطاء الرغيف وعنقود من العنب أو إعطاء شربة من الماء فلما أوصل الله عز وجل برحمته عبده إلى هذه الدرجات العالية فأي بعد في أن يعطيه رغيفا واحدا أو شربة ماء في مفازة الحجة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة سبحانه من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فجعل تعالى إيذاء الولي قائما مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فجعل عز وجل بيعة محمد صلى الله عليه وسلم بيعة معه تعالى وجعل رضاء محمد صلى الله عليه وسلم رضاء الله عز وجل وجعل إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم إيذاء لله تعالى فلا جرم كانت درجة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات إلى أبلغ الغايات فلا جرم كانت درجة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات إلى أبلغ الغايات فكذا هاهنا لما قال من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة دل ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء الولي قائما مقام إيذاء نفسه ويتأكد هذا بالخبر المشهور أنه تعالى يقول يوم القيامة مرضت فلم تعدني استسقيتك فما سقيتني استطعمتك فما أطعمتني فيقول العبد يا رب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين فيقول عز وجل إن عبدي فلانا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي وكذا في السقي والإطعام فدلت هذه الأخبار على أن أولياء الله تعالى يبلغون إلى هذه الدرجات فأي بعد في أن يعطيه الله تعالى كسرة خبز أو شربة ماء أو يسخر له كلبا أو وردا والورد هو السبع الحجة الخامسة أن نشاهد في العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له في الدخول عليه في مجلس الأنس فقد يخصه أيضا بأن يقدره على ما لا يقدر عليه غيره بل العقل السليم يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فإنه تتبعه هذه المناصب فجعل القرب أصلا والمنصب تبعا وأعظم الملوك هو رب العالمين فإذا شرف عبدا بأن أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه على بساط قربه فأي بعد في أن يظهر بعض تلك الكرامات في هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك السعادات الروحانية والمعارف الربانية كالعدم المحض الحجة السادسة لا شك أن المتولي للأفعال هو الروح للبدن ولا شك أن معرفة الله تعالى للروح كالروح للبدن على ما قررناه في تفسير قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره وقال صلى الله عليه وسلم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولهذا المعنى نرى أن كل من كان أكثر علما بأحوال عالم الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفا ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية وذلك لأن علي رضي الله عنه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوى روحه وتشبه بجواهر وتشبه بجواهر الأرواح الملكية وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة وذلك لأن علي رضي الله عنه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوى روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرى ما حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واضب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله عز وجل كنت له سمعا وبصرا فإذا صار نور جلال الله تعالى سمعا له سمع القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب الحجة السابعة وهي مبنية على القوانين العقلية الحكمية وهي أنا قد بينا أن جوهر الروح ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المتعرضة للتفرق والتمزق بل هو من جنس جواهر الملائكة وسكان عالم السماوات ومن نوع المقدسين المطهرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق في تدبيره صار في ذلك الاستغراق إلى حيث نسي الوطن الأول والمسكن المتقدم وصار بالكلية متشبها بهذا الجسم الفاسد فضعفت قوته وذهبت مكنته ولم يقدر على شيء من الأفعال أما إذا استأنست روحه بمعرفة الله تعالى ومحبته وقلن غماسها في تدبير هذا البدن وأشرقت عليها أنوار الأرواح السماوية العرشية المقدسة وفاضت عليها من تلك الأنوار قويت على التصرف في أجسام هذا العالم مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الأعمال وذلك هو الكرامات وفيه دقيقة أخرى وهي أن مذهبنا أن الأرواح البشرية مختلفة بالما هي ففيها القوية والضعيفة وفيها النورانية والكدرة وفيها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ألا ترى إلى جبريل عليه السلام كيف قال الله تعالى في وصفه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال في قوم آخرين من الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا فكذا هاهنا فإذا اتفق في نفس من النفوس كونها قوية القوة أو قوية القوة القدسية العنصرية فإذا اتفق في نفس من النفوس كونها قوية القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ثم انضاف إليها أنواع الرياضات التي تزيل عن وجهها غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلألأت وقويت على التصرف في هيولي عالم الكون والفساد بإعانة نور معرفة الحضرة الصمدية وتقوية أضواء حضرة الجلال والعزة ولنقبض هاهنا عنان البيان فإن وراءها أسرارا دقيقة وأحوالا عميقة من لم يصل إليها لم يصدق بها ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات واحتج المنكرون للكرامات بوجوه الشبهة الأولى وهي التي عليها يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق للعادة جعله الله تعالى دليلا على النبوة فلو حصل لغير نبي أن ظهور الخارق للعادة جعله الله تعالى دليلا على النبوة فلو حصل لغير نبي لبطلت هذه الدلالة لأن حصول الدليل مع عدم المدلول يقدح في كونه دليلا وذلك باطل والشبهة الثانية تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله سبحانه وتعالى لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم قالوا هذا يدل على أن التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض أعظم من التقرب إليه بأداء النوافل ثم إن المتقرب إليه بأداء الفرائض لا يحصل له شيء من الكرامات فالمتقرب إليه بأداء النوافل أو لا ألا يحصل له ذلك الشبهة الثالثة تمسكوا بقوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والقول بأن الولي ينتقل من بلد إلى بلد بعيد لا على هذا الوجه طعن في هذه الآية وأيضا فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل من مكة إلى المدينة إلا في أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل أن يقال إن الولي ينتقل من بلد نفسه إلى الحج في يوم واحد الشبهة الرابعة قالوا هذا الولي الذي تظهر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان درهما فهل نطالبه بالبينة أم لا فإن طالبناه بالبينة كان عبثا لأن ظهور الكرامات عليه يدل على أنه لا يكذب ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظني وإن لم نطالبه بها فقد تركنا قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فهذا يدل على أن القول بالكرامة باطل الشبهة الخامسة إذا جاز ظهور الكرامة على بعض الأولياء جاز ظهورها على الباقين فإذا كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح في المعجزة والكرامة والجواب عن الشبهة الأولى أن الناس اختلفوا في أنه هل يجوز للولي دعوى الولاية فقال قوم من المحققين إن ذلك لا يجوز فعلى هذا القول يكون الفرق بين المعجزات والكرامات إذن قال قوم من المحققين لا يجوز للولي دعوى الولاية فعلى هذا القول يكون الفرق بين المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية فعلى هذا القول يكون الفرق بين المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية والسبب في هذا الفرق أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا إلى الخلق ليصيروا دعاة للخلق من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة فلو لم تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به وإذا لم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم بهم فإقدام الأنبياء على دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظيم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخلق حتى ينتقلوا من الكفر إلى الإيمان وأما ثبوت الولاية للولي فليس الجهل بها كفرا ولا معرفتها إيمانا فكان دعوى الولاية طلبا لشهوة النفس فعلمنا أن النبي يجب عليه إظهار دعوى النبوة والولي لا يجوز له دعوى الولاية فظهر الفرق وأما الذين قالوا يجوز للولي دعوى الولاية فقد ذكروا الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه الأول أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على كون ذلك الإنسان مبرأ عن المعصية الأول أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على كون ذلك الإنسان مبرأ عن المعصية ثم إن اقترن هذا الفعل بالدعاء النبوة دل على كونه صادقا في دعوى النبوة وإن اقترن بالدعاء الولاية دل على كونه صادقا في دعوى الولاية وبهذا الطريق لا يكون ظهور الكرامة على الأولياء طعنا في معجزات الأنبياء عليهم السلام الثاني أن النبي يدعي المعجزة ويقطع بها والولي إذا ادعى الكرامة لا يقطع بها لأن المعجزة يجب ظهورها أما الكرامة فلا يجب ظهورها الثالث أنه يجب نفي المعارضة عن المعجزة ولا يجب نفيها عن الكرامة الرابع أن لا نجوز ظهور الكرامة على الولي عند ادعاء الولاية إلا إذا أقر عند تلك الدعوى بكونه على دين ذلك النبي ومتى كان الأمر كذلك صارت تلك الكرامة معجزة لذلك النبي ومؤكدة لرسالته وبهذا التقدير لا يكون ظهور الكرامة طاعنا في نبوة النبي بل يصير مقويا لها والجواب عن الشبهة الثانية أن التقرب بالفرائض وحدها أكمل من التقرب بالنوافل أما الولي فإنما يكون وليا إذا كان آتيا بالفرائض والنوافل ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال من اقتصر على الفرائض فظهر الفرق والجواب عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس محمول على المعهود المتعارف وكرامات الأولياء أحوال نادرة فتصير كالمستثنات عن ذلك العموم وهذا هو الجواب عن الشبهة الرابعة وهي التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم البيينة على المدعي والجواب عن الشبهة الخامسة أن المطيعين فيهم قلة كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وكما قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين وإذا حصلت القلة فيهم لم يكن ما يظهر عليهم من الكرامات في الأوقات النادرة قادحا في كونها على خلاف العادة المسألة السابعة في الفرق بين الكرامات والاستدراج اعلم أن من أراد شيئا فأعطاه الله تعالى مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجيها عند الله تعالى سواء أكانت العطية على وفق العادة أم لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إكراما للعبد وقد يكون استدراجا له ولهذا الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن أحدها الاستدراج قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله عز وجل كل ما يريده في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله وعناده فيزداد كل يوم بعدا من الله تعالى وتحقيقه أنه ثبت في العلوم العقلية أن تكرار الأفعال سبب لحصول الملكة الراسخة فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فحينئذ يصل الطالب إلى المطلوب وذلك يوجب حصول اللذة وحصول اللذة يزيد في الميل وحصول الميل يوجب مزيد السعي ولا يزال يتأدى كل واحد منهما إلى الآخر وتتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة ومعلوم أن الاشتغال بهذه اللذات العاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلا جرم يزداد بعده عن الله تعالى درجة فدرجة إلى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج وثانيها المكر قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وثالثها الكيد قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين ورابعها الخداع قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وخامسها الإملاء قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وسادسها الإهلاك قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال في حق فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فظهر بهذه الآيات أن الإيصال إلى المرادات لا يدل على كمال الدرجات والفوز بالخيرات بقي علينا أن نذكر الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات فنقول إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها وحينئذ يستحقر غيره ويتكبر عليه ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا يخاف سوء العاقبة فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لا كرامة وأقول يؤكد هذا قوله تعالى في قصة صاحب الجنتين وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يقول الإمام فلهذا المعنى قال المحققون أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله تعالى إنما وقع في مقام الكرامات فلا جرم ترى المحققين يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء ونقف عند الأدلة التي ساقها الإمام لبيان أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق نقرأ هذه الأدلة ونكمل المسائل المتعلقة بالكرامة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين